واخيرا برج الحوت اهلا بكم في القراءة العامة لسنة 2020 هنعمل مع بعض دلوقتي ان شاء الله قراءة عن 2020 بشكل عام طبعا زي ما انتوا عارفين انه من الصعب ان انا اسحب طاقة السنة كاملة لان احنا قريدي الطاقة بتكون متغيرة وبنعمل احنا توقعات شهرية وتوقعات نصف شهرية باستمرار فانا هحاول اسحب طاقة السنة بشكل عام وانت برضو تقدر انك ان شاء الله تتفرج معانا على الفيديوهات الشهرية والفيديوهات النصف شهرية اللي احنا بنعملها فلو حضرتك كنت اول مرة بتشوف الفيديو اتمنى ان انت تدعمنا بلايك كمان لو حضرتك كنت جديد واول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بانك تعمل سابسكرايب كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل موجودة فخلونا نبدأ مع بعض ان شاء الله برج الحوت لسنة 2020 طبعا يا برج الحوت القراءة دي شملة عاطفة عمل وصحة اوكي بسم الله هنا العاطفة وهنا العمل وهنا الصحة اوكي انتو الطاقة العامة بتاعتكو اه هي الجاستس ممكن انتو تكونوا حسين ان انتو زهقتوا ممكن من العلاقة دي او ما كانش فيه توازن تقريبا في الاخذ والعطا ما بينك وما بين الشخص ده وانت تقريبا يعني زهقت منه وممكن تكونوا افتلوا اه خلينا برضو نشوف ده تقريبا يعني انت والشخص ده متبعدين وما فيش اه اه تواصل ما بينكم غير تواصل روحي يعني حتى لو كان فيه تواصل ما بينكم ممكن ما يكونش التواصل ده واضح وانت قررت تقريبا ان انت توقف يعني وتاخد موقف وتشوف اه هل هينفع ان انت هتكمل في العلاقة دي بالشكل ده ولا لا فخلينا برضو نشوف القراءة هتقول لنا ايه خليني الاول اخد من كروة الملايكة اوكي اه هنا الملايكة بتقول لك هيلب فول بيبول حاول ان انت بقى تساعد الناس وتشوف كمان اه ناس تساعدك يعني لان انا اعتقد ممكن كمان فيه مجموعة منكم الموضوع وصل للحضاء او ممكن يكون فيه عائلات بتدخل وفيه مجالس بتعقد لو انتم متزوجين اه وبتفكروا في طلاق يعني احتمالي اوكي اوكي اه للطاقة اللي هتجي لك يعني اه انا شايف ان انت نفسك او يتكلم الشخص ده اه نفسك ان انت تتواصل معاه ويكون فيه مع بينكم حوار تتكلمه كتير وتقوله اللي بيضيقك وتاخد منه موقف يعني تقوله اه انت هتتغير معايا ولا لا ولا هتفضل زي ما انت يعني انت عاوز تعرف راسك من رجلك حاسس ان انت زي ما يكون كده على مفترق طرق اه لكن انت عاوز تجزم الامر وعايز تشوف اذا كنت فعلا هتكمل في العلاقة دي ولا لا اه لان العلاقة دي مش مفهومة بالنسبالك وانت شكلك تعبت كتير في ان انت اه تخلي العلاقة دي تستمر اه لكن غالبا الشخص ده كان on off ما كانش واضح معاك انت حاسس ان هو لعبي ممكن او كان بيلعب عليك بيبعد وبعد ما بيبعد بيجي يقولك كلمة يعلقك بامل جديد يخليك تتمسك به بعد ما كنت انت خلاص هتسيبه وزي ما يكون الشخص ده يعني بيلعب بيك او بيشدك ويستحبك وبعدين يرميك تاني زي ما هو عاوز وانت بتروح وتيجي وهو اللي ماسك مربط الفرس بتاع العلاقة دي وغالبا انت زهقت وعايز بقى تعمل وقفة وتاخد حقك بقى وتشوف اذا كان ينفع فعلا ان انت تكمل في العلاقة دي ولا لأ لان غالبا انت تعبت ممكن يكون الشخص ده من برج الميزان او القوس او الجوزاء ممكن كمان يكون الشخص ده كان بيسيبك او انت كنت تظلمت وحاول تشوف ناس تساعدك يعني من الناحية العملية انا شايف ان في ناس منكم بيفكروا يسيبوا عمل او قريدي سابوا عمل وبتفكر ان انت تعمل بيزنس جديد لان تقريبا انت عندك مشاكل كتير في العمل ده في ناس منكم بتفكر انها تعمل مشاريع خيرية او مشاريع ليها علاقة بمساعدة الناس لان انا شايف ان انتوا سايبين عمل وحتى لو العمل اللي انتوا ستبتو ده في ناس جات حاولت تتواصل معاكم ان انتوا ترجعولو انا شايف ان انتوا مش عايزين واستنادي بتفكروا ان انتوا تنهوا شيء علشان تبتدوا شيء جديد وبتفكروا ان انتوا تعملوا بيزنس واحتمال كبير ان البيزنس ده يكون ليه علاقة بمساعدة الناس من الناحية الصحية يعني انا شايف ان انتوا ممكن هيكون في عندكم زيارة مستشفى ولكن لبعض الفحوصات ممكن كمان يكون هتزوروا دكاترة كتير المتجوزين منكم بخصوص اشياء لها علاقة بالخلفة ممكن لو انتوا عندكم مشاكل في الخلفة هتزوروا دكاترة كتير بخصوص المواضيع دي كمان هيكون في عندكم مشاكل صدع دايما بسبب التفكير الكتير في عندكم تقلبات شوية ممكن في بداية السنة لكن بعد كده حالتكم هتستقر يعني ان شاء الله فانا شايف بس ان التفكير الكتير هو اللي بيسبب التقلبات الصحية دي وبيسبب عندكم الصدع ومشاكل النظر الكتير دايما صدع نص في عندكم باستمرار حاولوا ان انتوا تشفوتوا بقى طاقة حب ايجابية من الكون علشان ما يكونش عندكم استرس بالشكل ده كمان انا شايف في عندكم كمان صراعات في العمل يعني فما فيش داعي لكده فده بالنسبة للقراءة العامة انا هعمل دلوقتي قراءة تانية خالص ممكن القراءة دي تكون عن الحبيب ده او عن حبيب صابق او عن صديق او عن اي شخص انت هتحط النية عليه الشخص ده انت ممكن ما تكونش كلمته من زمان ممكن يكون مش معاك في نفس البلد اخباره مقطوعة عنك وانت عاوز تعرف عن الشخص ده وعن احواله هل في فرصة انتوا ترجعوا تتواصلوا مرة تانية هذه السنة ولا لا فخلينا نشوف اوكي غالبا انتوا اخترتوا نفس الشخص والشخص ده عاوز يجي يكلمكو لكن زي اللي هو متكبر شوية او كرمته بتنقح عليه بيفكر فيكم ووحشكم وانتوا كمان وحشينه وعاوز ياخد العلاقة دي خطوة للامام وكل حاجة لكن عايزكم انتوا اللي تكلموه تقريبا الشخص ده تعود ان انتوا اللي بتسمحوه وان انتوا اللي بتروحو تكلموه فهو بيرقبكم في صمت ماشي تجاهكم ببطء وبيفكر فيكم وكل حاجة لكن عاوزكم انتوا اللي تاخدوا المبادرة يعني مش هيتكلم هو فدي كانت قراءتكم يا برج الحوت اتمنى ان انتوا تقولولي رأيكم اذا كانت القراءة دي انطبقت معاكم او لا ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه طبعا يهمني ان انا نعرف رأيكم كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة فاتمنى ان انتوا تدعموني بلايك لو كانت عجبتكم القراءة يا برج الحوت وبتمنى لكم طبعا كلكم السعادة والحظ الموفق مع السلامة اشتركوا في القناة